قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش إن غزة أصبحت مقبرة للأطفال حيث يقتل أو يصاب مئات الفتيات والفتيان يومياً معرباً عن قلقه العميق من الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي في غزة ودعا جوتيراش خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى إلاء حماية المدنيين أهمية قصوى وإلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية معلناً عن إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء مساعدات إنسانية بقيمة مليار ومئتي مليون دولار من أجل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني غزة أصبحت مقبرة للأطفال وتفيد التقارير بأن المئات من الفتيات والفتيان يقتلون أو يصابون كل يوم وتشير التقارير إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال فترة أربعة أسابيع يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا في أي صراع آخر خلال ثلاثة عقود على الأقل لقد قتل عدد أكبر من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أكثر من أي فترة مماثلة في تاريخ منظمتنا ترجمة نانسي قنقر